أهلاً وسهلاً بكم من جديد مشاهدين الكرام ومتابعين أيضاً تحدثنا في صباحات برنامج يوم جديد الحديث اليوم عن الاستثمار وأيضاً الادخار في صندوق الحج الأردني وهناك بعض الشروط وهناك بعض الفوائد وأيضاً نتحدث عن الميزة التي تتبع الادخار في صندوق الحج الأردني سنحدث أكثر عن هذا الموضوع مع أستاذ فادي الأصعوب وهو مدير الاستثمار والفروع صندوق الحج الأردني سعد صباحك خلينا بالبداية نعرف عن مؤسسة صندوق الحج الأردنية يا ستة أول شي صباح الخير لكم صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بيشوفونا واسمحيلي أني أشكر إدارة التلفزيون الأردني وأشكر طاقم عمل برنامج يوم جديد على استضافتنا ويسمحوا لنا كمان مرة أن نطل على المشاهدين ونخبرهم أكثر عن مؤسساتنا الحكومية الوطنية ونحكي عن صندوق الحج كواحدة من هذه المؤسسات التي تعمل في بلدنا الحبيب وتقدم خدمات إدخارية واستثمارية اليوم صندوق الحج مؤسسة إدخارية استثمارية نشأت وفق أحكام قانون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2001 طبعا وهي مؤسسة إدخارية استثمارية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ثم جاءت بعدة أهداف أهمها تشجيع المواطن الأردني على الإدخار في سن مبكر لغاية أداء فريضة الحج يعني اليوم نحن عمالنا بنحكي عن إدخار لغاية سامية لأداء فريضة الحج صندوق الحج اليوم عماله بيشجع ثقافة الإدخار للمواطن الأردني وإن شاء الله خلال هذا الحديث رح نتطرق فيما بعد لنشوف ما هي الفوائد والمزايا اللي اليوم نحن لما بنشجع ثقافة الإدخار للفرد وإنعكاسها عليه ثم إنعكاسها على المجتمع والدول مجتمع كاملا طبعا وخاصة في ظل هذا الوقت اللي يجب أنه كلياتنا نكون حريصين جدا في الاعتماد كثير على ذاتنا في أنه نحقق في جو وفي وقت نحن كثير بنروح للغايات الاستهلاكية كثير ونحن اليوم بحاجة أن نعزل ثقافة الإدخار تشجيع الإدخار للمواطن الأردني في سن مبكر لأداء فريضة الحج ثم استثمار هذه الأموال في المجالات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى نرجع ننمي هذه المدخرات واحد حتى اثنين نحقق تنمية شاملة ونكون جزء مهم في بلدنا الحبيب في تنمية شاملة على مستوى الوطن نعم طب السيد فادي نتحدث عن شروط الإدخار سيدي بالبداية وكيف ممكن أن أقدم لهذا الصندوق قبل أن أدخل على ميزات الإدخار في صندوق الحج نتحدث عن الشروط الأساسية والأولية للبدء في الإدخار في صندوق الحج يا سيدي أساس عبل الصندوق هو الإدخار والصندوق أخذ هذه الفكرة وهو يعتبر الأول على مستوى الوطن العربي في فكرة الإدخار لغايات أداء فريضة الحج والثاني على مستوى العالم بعد ماليزيا في هذه الفكرة السامية فاليوم نجد بأن صندوق الحج الماليزي هو أصبح مؤسسة مالية كبيرة جدا ساهمت بطريقة كبيرة جدا في تنمية تلك الدولة وساهمت بطريقة كبيرة جدا في خلق ثقافة إدخار عالية جدا لدى مواطنية تصل إلى نسب عالي صحيح فاليوم نحن هذه الفكرة السامية وصندوق الحج أصبح الثاني على مستوى العالم والأول على مستوى الدول العربية بل أصبحت العديد من الدول العربية تزورنا في الأردن حتى تاخذ هاي الفكرة وتحاول تطبقها في دولها تعمل محاكاة لهذه الفكرة اللي عماله بطبقها صندوق الحج وتطبقها في دولها فاليوم نحن نحكي كل مواطن أردني ردا على سؤالك سيدي كل مواطن أردني يحمل الرقم الوطني يستطيع أن يدخر في صندوق الحج ويبدأ ادخاره من مبلغ عشر دنانير فقط عشر دنانير تخيل اليوم أنت تفتح حساب ادخاره بمبلغ عشر دنانير حتى نسهل العملية على الناس وقعنا اتفاقيات مع البنوك الإسلامية بنك الإسلامي الأردني وبنك صفو الإسلامي كل فروعهم وكل النوافذ التي يعمل بها هذه البنوك تقدم خدمة قبول مدخرات المواطن الأردني الذي يرغب في الادخار في صندوق الحج ومن عشر دنانير ومضاعفاتها ونحن نقول كل مواطن أردني يستكمل مبلغ ثلاث آلاف دينار في حسابه ويمضي عليه مدة لا تقل عن عامين فهو مؤهل للحصول على فرصة للحج والحصول على تصريح لأداء فريضة الحج ما بين أقرناء أو من المدخرين هل الادخار يسهل في عملية اختيار الشخص لأداء فريضة الحج؟ نعم أداء فريضة الحج مبني على الاستطاعة ومن أقسام الاستطاعة الاستطاعة المالية المادية طبعا الاستطاعة المادية دور صندوق الحج هنا لكي يشجع المواطن الأردني من تنمية ثقافة الادخار في سن مبكر لأداء فريضة الحج مبكرا لكي تدخر اليوم عشر دنانير ومضاعفاتها وتصل إلى هذا المبلغ ثلاث آلاف دينار وهي الكلفة الحد الأدنى من كلف يعني اليوم الناس بتسأل لماذا ثلاث آلاف دينار هو الحد الأدنى لكلفة أداء الفريضة أو يعني ما بيكلف المواطن الأردني حتى يؤدي هاي الفريضة طيب أستاذ ذكرنا على الأشخاص وكيفية تقديمهم لصندوق الحج عن طريق الادخار طب الأشخاص اللي غير متمكنين ماديا على الادخار هل صندوق الحج بقدر يقدم لهم تمويل مثلا يقدروا يقدروا فريضة الحج يا ستي شوفي ولا هذا مش موجود من محاور العمل بصندوق الحج لا اليوم احنا في محاور العمل في صندوق الحج الادخار ابتداء في الاستثمار والتمويل ثم الاستثمار والتمويل الادخار أمكن المواطن الأردني إنه يدخر عمالي بأمكن المواطن الأردني للا يدخر من مبلغ العشر دنانير وهذا الحساب إنك تفتح حساب بمبلغ عشر دنانير هذا غير متوفر في داخل البنوك طبعا الحد الأدنى اليوم متوفر في صندوق الحج عشر دنانير أنت عمالك بتخلقي ثقافة للإدخار أنا دوري في الصندوق يفتح الحساب المواطن الأردني ويدخر من مبلغ عشر دنانير ثم أنا أعمل معه على تنمية العشر دنانير في الشق الثاني من الجزء الأهم في عملنا وهو التمويل والاستثمار نحن نستثمر هذه الأموال والآن نحكي فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في طرق متعددة أنا حبيت نوضح هذه النقطة للمشاهدين عشان فيه أشخاص بيصير لبس عندهم أنه أنا إدخار أو فيه تمويل بما أنه فيه تمويل وإستثمار كلاهما يكمل الآخر أكيد أكيد أستاذ فادي هل الإدخار اليوم كي ناس ببحث عن التمويل وطرق التمويل من سواء البنوك أو أي مؤسسة أخرى مالية لكن اليوم التمويل من خلالكم سيد العزيز وشروط التمويل تحديدا ماذا تشمل هناك شروط معينة للتمويل فوائد معينة إسلامية ثابتة أكيد تتحدث عن هذا الموضوع والخطط والمشاريع المستقبلية إن شاء الله صندوق الحج ومنذ بداية أعماله وبخططه نهج للعمل بعد الإدخار مباشرة على تنمية هذه المدخرات لتنمية هذه المدخرات وضعنا مجموعة من المتجات التمويلية والطرق الاستثمارية التي تمكننا ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من تنمية هذه المدخرات وإعادة أرباح عليها حتى نمكن الناس من الوصول إلى الحد الأدنى لكي يحصل على التصريح الذي كنا نحكي الثلاثة ألاف دينار اليوم دورنا كثير مهم في جانب استثمار هذه الأموال والبحث عن طرق استثمارية آمنة فالمواطن الأردني يستطيع أن يدخر ثم يستطيع أن يتحصل على تمويل من صندوق الحج فواحد من الأبواب الرئيسية التي يعمل بها الصندوق تقديم الخدمات التمويلية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وعلى مختلف المنتجات التمويل الإسلام بهمنا أن نمكن المواطن أن يحصل على هذه الخدمات بأرياحية لذلك أوجدنا مجموعة من الفروع المنتشرة في محافظات المملكة الحبيبة في الشمال في الجنوب في الوسط يستطيع المواطن الأردني أن يراجع فروعنا ويقوم بتقديم خدمة للحصول على تمويل يقدم طلب تمويل ثم هذا طلب التمويل يرفق بأوراق ومعززات تشير إلى دخله وقدرة الاقتمانية لكي يحصل على هذا التمويل دعونا نوضح ما هم الأوراق غير الهوية غير عقد العمل ما يحتاجون أوراق يقدر يقدم على صندوق الحج يا ستي صندوق الحج مثله مثل أي مؤسسة بنكية استثمارية هدفها بداية حماية أموالها وحماية المدخرين يعني لازم كمان يجيب كشف لراتبه آخر ثلاث شهور أحسن إحنا اليوم في عنا حمايتين دائما نحكي فيهم إحنا بهمنا نحمي أموال المدخريننا ونعيد عليها أربح لكن بنفس الوقت من الأهم؟ الأهم المواطن أنك تحمي المواطن كيف بدنا نحمي المواطن؟ لم حتى لما يجي يأخذ تمويل بدنا نتأكد بأن هذا المواطن هو لديه القدرة الاقتمانية الكاملة وما ندخل معهم بسياسة الإغراق ما يكون عبء الدين عالي أحسنتي أحسنتي ما ندخل معهم بسياسة الإغراق ما نكون نحن سبب أن نأخذ الناس للحصول على تمويلات غير مدروسة ووجدنا وشوفنا أنه للأسف كثير من الناس اللي عماله بيصير عنده تعثرات مالية صحيح بسبب التسهيلات الكثيرة تسهيلات كثيرة وتمويلات غير مدروسة لا إحنا اليوم نحكي المواطن الأردني يستطيع الحصول على تمويل يتقدم لفروع صندوق الحج يجيب أوراقه هذه الأوراق لازم يدل على ملاء مالية لازم يدل على أنه قدرة أنه فيما بعد يسد هذا التمويل ويتبقى لديه من دخله ما يسد رمقه ويكفيه يكفي أولاده طبعا أستاذ فادي بالنسبة لتحدثنا عن التمويل لكن مثلا دخار شوي هل يستطيع المدخر أن يسحب مدخراته بصندوق الحج وبأي وقت كان هل يوجد شروط معينة أم يتم الحجز عليها لمدة زمنية معينة يا سيدي بارك الله فيك هذا سؤال كثير مهم أنا أشكرك الصحيح صندوق الحج تميز منذ اللحظة الأولى أن المواطن الأردني يستطيع أن يفتح حساب من مبلغ 10 دنانير ومضاعفاتها ويحصل على الأرباح بل على أفضل نسب الأرباح كعوائد على هذا الحساب وهو يضع أمواله في حساب تحت الطلب نعم اليوم المواطن يضع 10 دنانير يضع ألف دينار يضع أي رقم ثم يأتي يسحبه لا يجد أي قيد أو شرط يسحب فلوسه مباشرة بدون أي مشاكل بدون أي تعقيدات بدون أي تعقيدات بل بالعكس يعني الناس تتفاجأ بأنه خلال فترة مكوث أمواله في حسابه في صندوق الحج وقام بسحب هذه الأموال عند أي وقت معين وحسابه صار صفر يجد أنه في حسابه أرباح تعود لفترات كان لديه أموال في صندوق الحج نعم اليوم سيدي العلاقة التشاركية والثقة التي بنيت ما بين صندوق الحج والمواطن الأردني ونحن اليوم نهنئ الصندوق في عمر العشر سنوات بدأ بالعمل من 2013 بدأ بمبالغ معينة نسب النمو اليوم نحن نحن عن 25% ل 30% في الصندوق بشكل سنوي نسبة الزيادة من 25% إلى 30% على مستوى المدخرين وعلى مستوى المبالغ المدخرة كنا في بدايات 2013 بما دون العشر مليون دينار اليوم نحن نحن عن الصندوق موجوداته تزيد عن 300 مليون دينار هذه الثقة يعني جاءت عبر السنوات من خلال التعامل الطيب ما بين المواطن الأردني ما بين الصندوق والمصداقية والمصداقية وأنا أكد دائما وفي كل لقاء أنه مهم جدا نشير بأن المواطن الأردني يتعامل مع مؤسسة حكومية وإحنا اليوم الدولة الحكومة تسعى جاهدة ودائما أن تكون العلاقة التشاركية والثقة الكبيرة جدا ما بين المواطن وما بين مؤسسات الدولة عالية أكيد سؤالي لألك أستاذي الأب مثلا يتدخر يستطيع أن يتدخر لأولاده أو لأفراد العائلة بما أنهم لم يملكوا وظيفة من عمر 18 مثلا وفوق نعم الإدخار يبدأ منذ الولادة يعني رب الأسرة يتدخر لأفراد بقية ومنذ الولادة ممتاز يستطيع الأب أن يتدخر لأبنائه ومنذ الولادة واليوم في دور كبير مهم لعب الصندوق في زيادة العلاقات الاجتماعية ما بين المواطنين من خلال تهادي السكوك الإدخارية اليوم أنا ممكن أهديكي سك إدخاري أنا أفتح لك حساب حلو باسمك حلو بدون أن تراجع للبنك لكن أنت اللي ستسعب لي الفلوس أنا أهديكي سك إدخاري بأي مناسبة اجتماعية طيبة عندي جميل اللهي هذا الموضوع جدا جميل لفت جميلة لفت جميلة هذا التهادي تخيلي اليوم أنا أستطيع أن أهدي أخي جاءه مولود أهدي سك إن شاء الله بنية هذا المولود أن يؤدي فريضة الحج مستقبلا لكن اليوم في شيء بين القوسين ما هو تعزيز الثقافة الإدخارية ثقافة الإدخار عندما يصبح الإدخار ثقافي في المجتمع فهون المؤسسة بتكون عم بتحقق دورها الأهم طبعا والرئيسي إنها تشجع المواطن أنه يدخر وتشيع ثقافة الإدخار بين المواطن صحي قال له أثره كبير على الدول صحي يعني إدخار وتمويل أستاذ فادي الكثير من الأسئلة الشائعة أنه اليوم التمويل يقتصر فقط على القطاع العام نعم كونه أنه هذا اليوم هو مؤسسة حكومية زي ما تفضلت وتابع لمؤسسة حكومية اليوم هل يقتصر التمويل على القطاع العام فقط أم يوجد هناك أفراد بشركات خاصة ومؤسسات خاصة ممكن تمولوهم من خلال شروط معينة وإطراءات معينة سيدي يعني اسمح لي أجاوب على السؤال بشق الإدخار ابتداءا هو مخصص للمواطن الأردني كل مواطن أردني يحمل رقم وطني يستطيع الإدخار لأنه إحنا هنا منهدف أن المواطن الأردني يحصل على تصريح لأداء فريضة الحج أما الاستثمار والتمويل كل مواطن أردني وغير الأردني وغير الأردني ممن تنطبق عليه الشروط الاعتمانية ابتداءا والجدارة الاعتمانية والقدرة على السداد اليوم أختنا الفاضلة سألتني سؤال كيف يستطيع المواطن أن يأتي لفروع صندوق الحج ويقدم طلب تمو استكمالا لهذا الحديث هو يدخل لفروعنا ويقدم طلب تمويل ويقدم أوراق أي مواطن لديه القدرة الاعتمانية عبر الدراسات اللي نحن نعمل فكل طلب تمويل هو اللي سيكون تحت مضلة دراسة في دراسة معينة بالتم من خلال ضابط الإقراض اللي بيستقبل هذا المواطن وبيأخذ أوراقه ثم بيدرسها ثم بيحدد ما هي المتطلبات والشروط الأخرى إن لم تجد ضمن أوراقه القطاع العام والخاص يستطيع يستطيع المرحلة الأولى أنه يأتي لعندكم على مقر صندوق الحج بعد طريقة الإدخار أنا كيف بدي أحول هذا المبلغ هل في تطبيق أونلاين يسهل عليها الخدمة ولا لازم كل فترة وفترة آجلة عندكم أوضع المبلغ الله يبارك فيكي كل الشكر على هذا السؤال طبعا اليوم المواطن الأردن يستطيع أن يأتي لصندوق الحج لموقعه للبنك حتى يحضر الأوراق الرسمية المطلوبة كالبداية وبرضه في ظل هذا العالم المتطور نحن كمان نلاحق هذا التطور اليوم يستطيع المواطن الأردني من خلال الموبايل أنه يدخل على موقع صندوق الحج وأنه يستفسر وأنه يقدم طلب تمويله وأنه يعمل إرفاق لكل أوراقه على هذا الموقع وأنه يجي له إيجابة أولية بأنه طلبك موافق عليه أم يحتاج إلى 1-2-3 حتى نتواكب مع الحكومة الإلكترونية حتى نتواكب مع متطلبات وتطلعات الناس في التطور والثورة الإلكترونية ومدى إمكانية أنهم يحصلوا على كل الخدمات سواء عن الإدخار سواء عن الاستثمار والتمويل يستطيع المواطن أنه من خلال التطبيق أنه يشوف ويحسب ويحسب تمويله ويعرف الأوراق المطلوبة ويقدر يشوف أديش صار المبلغ وأديش في أرباح ويتابع كل التفاصل ودائما ننشر على موقعنا كل أرقامنا وكل ما هو جديد في الصندوق أستاذ فادي سؤال من شقين هل بالنسبة للتمويل هل هناك عمر معين لطالب التمويل والشيء الآخر بالنسبة للإدخار يعني بعيد الشر إذا توفاه الله أحد المدخرين ما هي الإجراء لدى صندوق الحج سيد في هذه الحالة يعني بداية نحن كل المدخرين اللي بتدخروا في صندوق الحج طبعا ما فيش عمر محدد أنه متى يدخر المواطن الأردني لأن حكينا الإدخار يبدأ منذ مبكرا يعني منذ الولادة منذ الولادة منذ الولادة يبدأ المدخر اليوم منذ الولادة تقدر تفتح حساب إدخار لطفل حديث الولادة منقدر نفتح حساب إدخار لشخص عمره 80 سنة لكن في التمويل أو استكمالا للسؤال الأول وإذا توفي هذا المدخر طبعا نحن نتبع الإجراءات الرسمية والحكومية في هذا الخصوص ورثته وحجة الإرث والتفاصيل هذه هل ورثته سيكون لهم الأحقية في الحج؟ لا طبعا لا لأنه هذا حق للشخص دام هو مدخر هذا حق شخصي أما في مجال الاستثمار والتمويل الموضوع مختلف نحن اليوم نحكي عن موضوع ائتماني وقدرة ائتمانية أكيد كل شخص تنطبق عليه جميع شروط ائتمانية ومنها العمر يعني اليوم عنده عمر السبعين سنة الشخص عمره سبعين سنة أكيد نحن نشتغل ما دون السبعين سنة لأنه اليوم وإحنا من خلال شاشتكم الكريمة إحنا ندعو كل الناس وكل المؤسسات موضوع حماية الأفراد مش بس بقدرتهم الائتمانية على الدفع موضوع حمايتهم بموضوع العمر بموضوع التأمين بكل هاي الجوانب هو أهم من أن المؤسسات تحصل على الأرباح لأنه فيه بعد اجتماعي فيه بعد أخلاقي طبعا يجب أن نتعامل أنا حاب أن أنتقل لموضوع الاستثمار هل صندوق الحج بيقوم على تشبيك المؤسسات والشركات مع الأفراد شراء مركبات عقارات أو حتى أثاث نعم يا ستي اليوم صندوق الحج دوره حتى يقدم متسيلات أكثر أنت تعرف هذا الموضوع اليوم نبحث في صندوق الحج بشكل دائم ومستمر كيف نخدم المواطن الأردني ما هي المتطلبات التي يكون بحاجتها المواطن الأردني حتى نقدر حتى نقدر نطرح منتجات تمويلية تتلاءم وتتوافق مع احتياجات المواطن الأردني وعذريني خليني أحكي وأخص بالذكر اللي نحن اليوم نحكي عن مؤسسات تمويل إسلامي الكثير من الناس يبتعد عن مؤسسات التمويل الإسلامي ويحكي لك مؤسسات التمويل الإسلامي لا تحقق الغاية والهدف الذي أرغب منه أنا في حصولي على هذا التمويل لكن اليوم استطاع الحمد لله صندوق الحج أنه يوجد مظلة من المنتجات متنوعة تلبي رغبات من يكون بحاجة إلى الحصول على مسكن نحن نوفر منتجات تمويلية وأهلي من الحصول على شقة أو بيت مستقل من هو بحاجة للحصول على مركبة لدينا منتجات تمويلية وأهل الحصول على مركبة وأثاث ومواد بناء وغيره وغيره بهمنا نسهل على المواطن وقعنا اتفاقيات وقعنا اتفاقيات مع البنوك الإسلامي البنك الإسلامي وصفوة يستطيع المواطن الأردني أنه يحول طبعا بعد اكتمال المبلغ المدخر هاي الإجراءات بتصير ولا قبل لا نحن نقول الآن عن التمويل التمويل بعيدا عن الإدخار نحن نقول عن التمويل التمويل شكل من أشكال الاستثمار ومن خلال التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلام ندور كمان على وقعنا اتفاقيات لا أنت أستاذي ما فهمت سؤالي أنا أصدي التمويل يتم بعد وصول مبلغ معين بحساب هذا المدخر عشان يقدر يحصل على التمويل ولا من البداية سي حصل لا يشترط الإدخار ينفصل تمámيا عن التمويل اليوم يستطيع لدينا أي مواطن أردني يحصل على التمويل وهو غير مدخر أصلا بسندوق الحج ممتاز أنا هاي النقطة اللي بدي أبحثها أي مواطن أردني أن يحصل على تمويل وهو غير مدخر في صندوق الحج يعني هو غير شرط لأي شخص يطلب التمويل من صندوق الحج أن يكون مدخرا في صندوق الحج هذا هو شكل من أشكال الاستثمار هذا محور تاني للعمل لصندوق الحج نعم صحيح وهو شكل آخر مختلف من أشكال استخدام الصندوق لهذه الأموال بس حتى اللي بتدخروا بقدروا يستخدموا الاستثمار وإحنا لو لا المدخرين عفوا وإحنا لو لا المدخرين ما بنقدر نستثمر ونمول لأنه النهر المتدفق عنا هو الادخار ثم استخدام هذه الأموال أستاذ فادي هناك دور كبير لكم سيدي ولكن أيضا في رسالة سامية من حلال العمل اللي بتقوموا فيه وهو من أيام سمعنا بجوز كل فترة وفترة موضوع الغارمات هناك دور مجتمعي أكيد لصندوق الحج في هذا الموضوع وله لمسات أكيد في أوقات معينة نتحدث عن الدور المجتمعي في المجتمع الأردني تحديدا ومؤسسة كمؤسسة الحج يا سيدي صندوق الحج اليوم كغيره من باقي المؤسسات الأردنية العاملة في المجال المالي وفي المجال البنكي وإحنا من خلال شاشتكم الكريمة نرجع ونأكد وندعو لكل المؤسسات ما مدى أهمية دراسة الحالات التي تطلب تمويل الحالة التي تطلب قرض صحيح هنا يعني اليوم حتى نعالج هذه الحالات يجب أن نبحث ابتداء ما هو سبب وصول هؤلاء الغارمين هؤلاء المقترضين ما سبب وصولهم إلى هذا الوضع لكي نحل المشكلة يجب أن نبدأ من أين بدأت ولماذا بدأت وأين كانت المشاكل فهنا نعود ونؤكد بأن واجبنا كمؤسسات تمويلية أن نحمل مواطن وأن نقوم بدراسة ملفه وأوراقه بشكل صحيح ونوجه حتى لا يقع في أخطأ مئة بالمئة ونوجه طلب التمويل يعني اليوم ليس خطأ أن نعتذر لمواطن نحكي له نحن نعتذر عن تقديم التمويل إلى كل آن لكن اليوم إذا يصبح عندنا وضع جديد تخلص التزام معين نحن جاهزين وتفضلوا أهلا وسهلا أنت اليوم قدمت لهذا المواطن استشارة بالعكس أنت اليوم مكنته أنت مؤتما على المواطن طبعا كما أنت مؤتما على المؤسسة التي تعمل أستاذ فهدي هذا الدور الاستشاري مهم أكيد أريد أن أشاركك بعض الأسئلة من اللي يتابعونها على الفيسبوك على صفحة يوم جديد يسألون عن وجود الكفيل هل يشترط وجود الكفيل في أخذ هذه الخدمة من صندوق الحاج يا ستي الكفيل ليس شرطا في الحصول على التمويل حتى غير الأردني نعم الكفيل ليس شرطا إنما يكون مهما إذا كان هناك تنسيب من اللجنة اللي بتدرس هذا الطلب بأن هذا الملف بحاجة إلى تزويدنا بكفيل لكن هو ليس شرطا ليس شرطا نعم سيد العزيز نتحدث عن مشري القادمة لكم في صندوق الحاج وتحديدا موضوع السكن هناك مشروع جديد كما سمعنا أنه هناك دعم مالي معين بشروط معينة نتحدث عن هذا الموضوع نعم يا سيدي نحن لدينا دور كبير أن نساهم في التنمية الاجتماعية نعم ونوفر المسكن الطيب للمواطن الأردني من خلال توفير إما التمويل أو من خلال توفير قطع أراضي مميزة في أماكن مناسبة تحذها جميع الخدمات لكي يتمكن المواطن من بناء مسكنه على هذه الأرض مؤخرا قام الصندوق بشراء مجموعة من الأراضي بمساحات كبيرة في جنوب العاصمة الحبيبة وفي شمالها والآن يعمل على تجهيز هذه الأراضي لتنميرها وثم طرحها على المواطن الأردني وإن شاء الله توقعتنا أنها تكون ضمن أسعار طيبة ثم نوفر كذلك ليس فقط الأرض ثم نوفر التمويل للحصول على هذه الخلصة والحصول على هذه الأرض ثم التمويل للبناء على هذه الأرض ثم التمويل لتأثيث هذا المنزل الزواج نحن جاهزين سيدي شوف اليوم بأمانة أنا بدي أحكي مؤسسات التمويل الإسلامي وإحنا في دولة إسلامية نعز في دولتنا الإسلامية دورها كبير جدا إنها تجد منتجات تمويل إسلامية تتوافق بعرغبات المواطنين ما نصد المواطن لا نحن نحن نحكي للمواطن نتفضل على التمويل الإسلامي وستجد منتج إسلامي يلبي رغبتك أكيد دعنا نذكر بموقع صندوق الحج هنا يقع أو في الكم فروع ولا فرع واحد نعم صندوق الحج ستي الموقع الرئيسي فرع عمان والإدارة العامة على دوار المدينة الرياضية شارع جلالة الملكة رانية الحسين ومقابل مختار مول هذا المقر الرئيسي ثم لدينا مجموعة من الفروع لدينا فرع في محافظة العقبة ضمن مشروع مملوك لصندوق الحج ومؤسسة تنمية أموال الأوقاف لأن اليوم لدينا في العقبة مشروع استثماري ضخم قطعة أرض مملوكة لدائرة تنمية أموال الأوقاف وهذا نوع من أنواع التعاون الحكومي الحكومي قام الصندوق بالتعاون مع هذه المؤسسة قدمت الأرض هذه المؤسسة ثم قدمنا البناء لدينا مشروع محترم اسمه مشروع سوق البحر في العقبة بمساحة 18 ألف متر يطل بالكامل على البحر يوجد فيه فرع من فروع صندوق الحج يقدم جميع الخدمات وعندنا فرع في محافظة إربد ومحافظة الزرقة وقريبا في محافظة الكرك بالإضافة لفرع عمان الإدارة الرئيسية كل هذه الفروع وهذا المشروع برضو جزء من الجانب الاجتماعي لصندوق الحج في توفير فرص العمل أكيد وتسهيل حياة المواطنة أستاذ هذه أسمح لي أخيرا سؤالي الأخير اليوم التشاركية بين مؤسسات الدولة جدا مطلوب بين القطاع العام والخاص لكن اليوم التشاركية بين صندوق الحج وبعض مؤسسات الدولة مثل الأقراض الزراعي مؤسسة الأيتام بعض هذه المؤسسات اليوم للاستثمار تحديدا في مملكة الأردنية صحيح يا سيدي الصندوق قام مؤخرا بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية ونحن نعمل إحنا إياهم بصفة يومية وبصفة تكاملية مؤسسات تعمل على دراسات الجدوى الاقتصادية مؤسسات عديدة في بلدنا الحبيب ومؤسسات كثيرة تعمل على تقديم الإقراض نحن بالنهاية وجه واحد ومتكامل نعمل ثويا في النهاية لخدمة المواطن وحمايته توفير الحماية موضوع مهم جدا من أين يأخذ وكيف يأخذ وما هي الجهة المناسبة التي يحصل عليها واليوم الدولة مشكورة قامت بعمل مظلة شاملة وإن شاء الله قريبا ستكون قيد الإطلاق إنها تجمع كل المؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات سواء الدراسات أو الإقراض حتى يتعاونوا كلهم مع بعض ضمن مظلة واحدة يتكاملوا مع بعض في تقديم نحن نشكر لك أستاذ فادي نصعوب وأنت مدير الاستثمار والفروع في صندوق الحج شكرا لك سيدي شكرا لكم شكرا لإتاحة هذه الفلصة يعني فخورين صراحة بكل مؤسساتنا الأردنية نعم كل الدعم وكل الشكر لكم كل الشكر لكم اللي سمحتوا لنا و ألف شكرا